الولايات المتحدة سبعمائة وخمسة وستين ليكون اليوم أقدم مبنى في حي جورج تاون وأحد أقدم المباني في العاصمة الأمريكية واشنطن ويحيط بهذا المبنى التاريخي الذي يعتبر متحفا للتراث الأمريكي واحد من أنشط أحياء واشنطن وأكثرها حركة مطاعم ومقاهن وشوارع وأبنية قديمة تجذب كل يوم آلاف الأمريكيين والسائحين من كل أنحاء العالم إلى حي جورج تاون منطقة جورج تاون هي قلب واشنطن دي سي نوشي مثلا في نيويورك في طايم سكوير يعني منطقة سياحية وتجارية يعني لأخص فيها مطاعم في هذه المحلات هناك الكثير من الناس ومن الرائع أن تتجول بينهم المتاجر رائعة حقا ومرتبة إنه مكان لطيف للتجول بين الناس فيها لمحة هستري فيها لمحة السفينتيز والسكستيز يعني حاجات كنا نبص فيها للتلفزيون والآن صارت قدامنا على طوال المطاعم هنا جيدة هناك الكثير منها وهي متنوعة أي شيء تريده تجده إذا أردت هذا النوع من الطعام أو ذاك فسوف تجده أحب الواجهة المائية إن لها طابع مميز خاصة في فصل الصيف إنه مكان جيد التسوق وإنفاق الأموال محلات تجارية استغلت الحركة السياحية النشطة في جورجتاون لتقدم منتجاتها للسائحين المتعطشين للتسوق نحن الآن في فصل الصيف ونحن محذوذون لأن لدينا العديد من السائحين يأتون من كل أنحاء العالم ربما هناك القليل من المناسبات والحفلات في فصل الصيف ولكننا نعتمد على السياحة وعلى بعد دقائق من قلب منطقة جورجتاون تقع الواجهة المائية للحي التي تجدذب بدورها أعدادا كبيرة من السائحين خاصة مع تحسن الأجواء ودخول فصل الصيف وشهدت هذه المنطقة على ضفاف نهر بوتومك إنشاء ميناء جورجتاون عام 1751 أي قبل إنشاء مدينة واشنطن نفسها بحوالي أربعين عاما تمتاز منطقة جورجتاون بأنها تجمع ما بين الماضي الأمريكي بشارعها ومبانيها وما بين الحاضر بنشاطها اللافت وحركتها المستمرة التي لا تهدأ أبدا ليلا أو نهارا رامي جبر لتلفزيون مملكة البحرين واشنطن